في الواقع قبل قليل أكد حزب الله الهجوم بمسيرة انقضاضية خارج ثكنة رميم ضد مركز مستحدث لجنود الاحتلال الإسرائيلي هنا في هذا القطاع القطاع الشرقي قرب مستوطنة مارغيليوت وهي التي تعرف بقرية هونين من القرى اللبنانية السبع وبحسب المعلومات التي لدينا أن هذا الهجوم بالمسيرة الانقضاضية أوقع قتل في صفوف جنود الاحتلال على الأقل قتلين للإسرائيليين في هذا الهجوم الذي نفذه حزب الله وقبل قليل أيضا أعلن حزب الله عملية جديدة ضد موقع الامطل وهو مجاور لهذا الموقع في ثكنة رميم على الخط نفسه في القطاع الشرقي بأسلحة مناسبة وبحسب بيان الحزب أيضا أصاب هذا الهجوم هدفه في الواقع هذان الهجومان هما تليا هجومين في هذا الصباح ضد موقع بركة ريشا في القطاع الأوسط بمسافة ساعة من الوقت بين الهجوم الأول والهجوم الثاني ضد موقع بركة ريشا أيضا استهدف حزب الله قوة إسرائيلية واستنادا أيضا إلى المعلومات التي لدينا أن هذين الهجومين الصباحيين أوقع قتل في صفوف جنود الاحتلال وهنا يتم التداول أيضا بمعلومات إسرائيلية أن إسرائيل منعت التداول بأي معلومات عن عدد الإصابات في هذه الهجومات التي نفذها حزب الله اليوم بحسب أوساط قريبة من الحزب تقول بأن اليوم استطاع حزب الله أن يحقق خسائر بشرية في صفوف جنود الاحتلال في أي حال القصف المدفعي الإسرائيلي أيضا هنا طال عدة بلدات في هذه المنطقة في القطاع الشرقي ولسيما بلدة رب 30 وأيضا في القطاع الأوسط كان هناك رد على الهجومين الذين نفذهما حزب الله هذا الصباح شكرا